دعونا أخذ مكلمة من المملكة العربية السودية سيد محمد أهلا بك السلام عليكم السلام عليكم أخي محمد تفضل أخي محمد أخي رشيد ومساعد خير أخي محمد تفضل حقيقة أنا عندي سؤال دائما بطرها علي نفسي وأنا مسلم حقي في الوقت عندي سؤال دائما بطرها علي نفسي عدد الجنات الإسلام كثيرة جدا والباب حقيقة عرض السماء والأرض هنا عندي سؤال حقيقة محتاج فيه أنا نعم سؤالي بشهادة القرآن يعني نجع الذين السبعوا كفوا والذين كفروا أن المسيحيين لهم جنة من هذه الجنات المذكورة حسب حكم القرآن دا سؤال دا سؤال نطرحه على المشاهدين المسلمين حتى لكن ما تعليقك على الجنة وكل هذه الملدات الجسدية الموجودة فيها هل تقبل أنك تذهب لجنة كل همك فيها يعني هو أن تأكل وتشرب وتمارس الجنس مع عدد من الحور العين وما زلت مسلم يا أخي كيف تقبل الإسلام وأنت بتفكر بهذه الطريقة والله عن الخوف هو الذي يملك الدنوب ولا ليش أحيش أخرى أما إحنا حقيقة الخوف الخوف من حيث دينا شياسة هو الدين لأنني أتكلمتهم أبدا لأنني أتكلمتهم عن مسترجم أو تقتل حقيقة هو أنا أعرف ناس كثيرين عن الإسلام يعني هم مش مقتنعين في اليوم قضي حتى أنت بحكم على الأصدقاء أقول له أحد من الأصدقاء في الأمس أقول له أنا أقتنق المسيحية أقول لي اجتعلي الرجيم لكن آخي محمد خليني أنا لست في مكانك ولا أريد أن أفرد عليك شيء لكن السيد المسيح أنا أقتبس ما قاله السيد المسيح لا تخافوا من الذي يقتل الجسل بل خافوا من الذي يستطيع أن يقتل الجسل ويرمي النفس كمان في جهنم يعني خلينا الإنسان لن ينفعني أنا في يوم الأيام كان ممكن يحصل لي مثلك كان ممكن أقتل على أي يد متطرف لأنه تركت الإسلام كان ممكن يحصل لي أي شيء لكن ما فكرت أنا فكرت في نفسي المسيح يقول وقوله هو الحق يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه خسر نفسه أنا أعرض برضو الكلام هذا كوي أنا أعرض عليك من خلال البرنامج تنكر تتخلص لأنه الفكر الذي لا تقبل وتخدع له رغما عنك ليس بفكر تتخلص من الفكر الإسلامي وتقبل السيد المسيح في حياتك لو أرد هل تحب تصلي معنا الآن وتسلم حياتك للسيد المسيح رغم الخوف رغم كل شيء أنا أطلب من كل المشاهدين في العالم يصلوا من أجل أخونا عاربك وإذا حسبتك وإذا حسبتك في حالة حتى نفس المسيحية يعني مش تفضب أخلك وتفضب أصدقائك وتفضب كل شيء أنت قلت لك حتى لو أنا عارف لكن أنا الرب وعد حتى لو فقدنا أصدقاء الرب حيعوضنا أكتر مما لنا ولو فقدنا عائلتنا حيصير عندك عائلة أكبر من المسيحيين في العالم كلها بتصلي لك وتحطك في صلواتها وتحبك وتحطك أمام عرش النعمة وأنا متأكد أن الرب سيحفظك وسيضع مع كل تجربة المنفذ تفضل أخ أحمد لو تريد أخ محمد تعرف أن لما بتقبل المسيح مش مطلوب منك أنك تطلق اللحة أو 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 تعلق صليب أو تقول التعلاقتك بالمسيح لما تقبله شخصية بتكون بينك وبينه علاقة سرية يعني ما فيش حد هيطلع عليها بينك وبين المسيح فقط بتكلمه وبتصليله زي ما بتكلم معنا دلوقتي طبعا قياس مع الفارق وبتكلمه لأنه في الصحة بالمسيح منذ الصغر أبقيد لك علاقة بالسيدة المسيح منذ الصغر أمين 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 تبقى ممكن تأخذ القرار النهاردة وتخطي الخطوة وتقبله في حياتك ممكن تأخذ القرار النهاردة والله هو الغرار صعب لكن حاجة أمين أمين صلي معنا الآن أخ محمد ممكن نصلي ماشا أمين أمين يا إلهنا الحنان نشكرك يا رب من أجل محمد يا رب نور طريقه وعال قول وراي يا أخي محمد إن أردت يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع المسيح أقبلك اليوم في حياتي مخلصا لي يا رب أقبلك اليوم في حياتي مخلصا يا رب أقبلك يا رب إله لي يا رب أنت اللي تعني وأنت اللي تكون معايا دايما يا رب أقبلك إله لي وأنت اللي تتعني اشكرك يا رب لانك سمعت الانداء يا رب احنا بنطلب يا رب منك يا رب انك تمدي ايدك يا رب بإيدك القوية يا رب وطدع سياج من نار ونور حول أخونا محمد يا رب نعم يا رب يا رب امنع عنه أي سهم من سهم إبليس يا رب حسيك حوالي يا رب ادي له أمان و ادي له اطمأنينة و ادي له راحة يا رب ابنك يا رب الخاطئ رجع إليك يا رب وانت قلت أن السماء تفرح بخاطئ واحد يا رب يا رب احنا بنشكرك من أجل أخونا محمد يا رب ولكن كل مجد وعزة وإكرام أشكرك يا رب أشكرك شكرا أخي أحمد على الله صلاة أشكرك يا أخوي محمد والرب معاك ويحفظك ويقويك خليك معنا غرفة التحكم حيأخذوا معلوماتك وإحنا فرحانين من أجلك ذي دموع الفرح وأيضا مقدرين منقفك مشاهدينا في كل مكان صلوا من أجل أخ محمد في المملكة العربية السعودية الرب يسيج حواليه وغيره وترون أمامكم عظمة الرب مغير القلوب ترجمة نانسي قنقر